ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تترك الطعام المطهي الذي لم يتم تناوله أبدا بالخارج على المنطدة لمدة طويلة برد بقايا الطعام والأطعمة التي سيتم تغليفها في غضون ساعتين من طيها برد الطعام بسرعة عن طريق توزيعه في أوعية قليلة العمق ثم ضع الأوعية في الثلاجة إذا طل الطعام بالخارج لأكثر من ساعتين تخلص منه فورا لا ما تخطي في الرف الفور برد اللحم والدوات والأطعمة الأخرى المعرضة للفساد بسهولة أو جمثها بمجرد وصولك بها من المتجر إلى البيت يجب تبريد البيت في غضون ساعتين احفظ اللحم والدواجن والمأكلات البحرية النيئة في وعاء أو على طبق في الرف الأسفل من الثلاجة فهذا يحول دون تقطيل سوائل هذه الأطعمة فوق الأطعمة الأخرى لا تحفظ الحليب أو البيت أو منتجات الألبان في باب الثلاجة فالباب يعد أدفى جزء في الثلاجة يجب طبق الثلاجات على درجة حرارة أربعين درجة فهرانهايت أو أقل موسيقى يلا نعمل الغداء يداد ورز وصلة كويس لا نغسل إيدين أول موسيقى تذكر أن تغسل يديك قبل تعاملك مع الأطعمة وبعده اغسل يديك بعد استخدامك لدورة المياه وبعد تغييرك لحفاظات الأطفال وبعد ملامسة يديك لأي حيوان أليف في منزلك موسيقى يلا نشيل الصلاة ونقطع خلينا نوصل في الأول موسيقى اشطف جميع الفواكه والخضروات التازجة دائما تحت ماء جاري نظيف قبل تناولها أو عدادها للطهي وحتى إذا كنت لن تتناول القشرة الخارجية لثمرة الفاكه والخضر فشطفها مهم جدا فالجراثيم يمكن أن تنتقل من الغلاف أو القشرة الخارجية إلى الجزء الداخلي من الفواكه والخضروات في وقت عدادك لتناولها استخدم فرشات تنظيف خاصة بالمنتجات الغذائية لتنظيف الفواكه والخضروات لات الغلاف أو القشرة السميكة موسيقى 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 نظف ألواح التقطيع والأواني الخاصة بك في غسالة الأطباق أو اغسلها بالصابون والماء الساخن في كل مرة تستخدمها للوقاية من انتشار الجراثيم إن أمكن يفضل استخدام ألواح التقطيع مختلفة للحوم والدواجن والمأكولات البحرية والمنتجات الغذائية لا ينبغي وضع اللحوم النيئة أبدا بجوار أطعمة لن تطهى على الفور أو أطعمة جاهزة للتناول تذكر دائما أن تغسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة عشرين ثانية بعد التعامل مع اللحوم والمأكولات البحرية والدواج النيئة موسيقى الروس جاهز يلا نعمل إلاكي خليين قزرت الحرارة أول موسيقى ادخل مقياس حرارة في وسط أدخن جزء من اللحم من دون لمس الدهون أو العظم ادخل مقياس حرارة في جانبي قطع اللحم الرفيعة مثل هامبرغر والصدر تجاد للحصول على درجة حرارة دقيقة عند إعادة تسخين الطعام في ماكرويف عليك بالتقلب دائما وقم بتتوير الطبق وغطي الطعام جيدا للحيلولة دون بقاء مواضع باردة تسمح للجراثيم بالتكاثر وتذكر عند إعادة تسخين الصلصات والحساء والمرق يجب أن تصل إلى أقصى درجة غليان فمن الممكن أن لا تموت الجراثيم إذا لم يسخن الطعام كما ينبغي موسيقى أخذي من الصلط والحمو الزر لا زمن بره؟ لا لا بس لها خم ساعة هذه حلوة وحتى إذا كان الطعام موجود بالخارج ما زال محتفظا برائحة طيبة أو بشكل مقبول أو حتى بالطعم جيد إلا إنه من الممكن جدا أن يكون معبئا بجراثيم لا تتذوق أبدا طعاما ظل بالخارج لأكثر من ساعتين أنا وقصوط الليلة إني كنت يتغضيتي معايا الحمد لله الأكل طعمه حلو وأما قلقان علينا حيام رض أشكر إليك هي الناشطة الأثمة والديو والتلاب بعد هنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر